اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كتير بيجي لنا في البطنة ناس بتشتكي من قلم في كعب رجليها او وجع في كعب رجليها خصوصا السيدات شوية تيجي تقول لك يا دكتور انا عندي وجع في كعب رجلي سواء كعب واحد او الاتنين وممكن تقول لك لما بمشي الموضوع بيزيد او لما بقف كتير عليهم الوجع بيزيد او ساعات تقول لك انا بحس ان في حاجة بتشكني لما بمشي عليه نقول لها طب يا ست الكل ما رحتيش تكشف عزام ليه تقول لي لا يا دكتور دي املاح نقول لها عرفت منين ان هو املاح بقى تقول لك لا دي حاجة مشهورة انت متعرفش ولا ايه وبنت خالتي قالتلي دي املاح والجران قالوا لي دي املاح والبلد كلها قالتلي كعب رجلك ده املاح فعشان كده حبيت اوضح حاجة مهمة في الموضوع ده قلم الكعب اللي بيجي اللي بتكلم عنه ده معظم اسبابه بتكون تبع العزام مش تبع البطنة خالص ولا تبع الاملاح خالص اشهر الاسباب بتكون تبع العزام زي اشهر سبب بيحصل حاجة اسمها بلانتوفيشايتس اللي هو التهاب في نسيج او غشاء او رباط بيبقى موجود في باطن القدم لما بيحصل فيه التهاب بيحصل قلم في منطقة الكعب اللي الناس بتشتكي منه ده وطبعا ده موضوع تبع دكتور العزام وعلاجه بيكون مع دكتور العزام مش البطنة السبب التاني المشهور برضو حاجة اسمها هيلي سبار اللي هو بنقول عليه كده الشوكة العظمية او الزائدة العظمية الناس بيبقى عندهم زيادة في العظم في كعب رجليهم شوية وينسميها شوكة عظمية ودي برضو علاجها مع دكتور العزام سواء بادوية يديها ادوية ويخليها تنقص الوزن وحاجات زي كده او في بعض الحالات تحتاج تدخل جراحي كمان سبب تالت حاجة اسمها بيرسايتس اللي هو التهاب في مفصل الكعب نفسه في احد الفراغات اللي بيكون جواها سائل ممكن يحصل فيه التهاب يعني ويعمل الم ده وبردو علاجه مع دكتور العزام كمان ممكن اكيلس تندنايتس اللي هو التهاب في وطر اكيلس برضو طبع العزام وممكن حاجة اسمها ترسل تانل سندروم اللي هو اختناء احد الاعصاب واللي يعمل برضو الم في المنطقة دي تقولي تاب والنقرس او زيادة حمض اليوريك في الدم مش ممكن يعمل التهابات في مفصل الكعب ده ويعمل الم اقولك ممكن بس دي حاجة قليلة جدا جدا ومش بنشوفها كتير في مرضى النقرس وفي حلقة انا عملتها عن النقرس تقدر تشوفها هسيب لك الرابط بتاعها تحت لكن قلم الكعب الوحده ان ييجي بسبب النقرس او بسبب حمض اليوريك في الدم دي حاجة مش كتير شوية والرسالة النهائية لو عندك قلم في كعب رجلك روح لدكتور العزام اول حاجة وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم